بيبدأ في الميناء مع اكتر بنت منحوسة في العالم واسمها سام سام دي بقى بتكون بنت يتيمة وعيش في دار ايتام مع صاحبتها الصغيرة الازعة هزل وعيشين حياتهم ممبسوطين والدنيا تمام على الاخر بس بتكون سام وصلت لسن 18 سنة اللي هو السن القانوني ولازم تخرج من دار الايتام دي وتروح لبيتها الخاص وتعتمد على نفسها بقى وبتوديها مديرة الدار لبيتها الجديد وبتديها مفتاح البيت بس زي ما احنا عارفين طبعا هي منحوسة وبتوقع المفتاح في بلعة الطريق المهم بعد ما بيتصرفوا بتدخل سام البيت وبتكون لازم تصحى الصبح بدري عشان تروح شغلها وتعتمد على نفسها بقى او على الاقل يعني تدفع ايجار البيت اللي عيش فيه وبتصحى سام الصبح وبتدخل الحمام وبتقع عيد المكنسة على الباب وبيتقفل وبتتحبس جوه وبداية القصيدة كفر وبعد محاولات كتيرة بتفتح سام الباب فعلا وبتروح عشان تعمل سانداوتش تفطر بيه والنحس برضو ملازمها في اي مكان حتى برضو النحس ده وصل للشرابات ومش لقيا فاردة زي التانية المهم بتروح سام الشغل وبيديها المدير اليونفورم بتاعها وبيعرفها على شغلها وبتخرب بيت الراجل بالنحس بتاعها ده وما بيرداش المدير يرفضها ولا يعمل لها حاجة بس بينقلها من مكانها المكان تاني عشان تبعد عنه وبتخلص سام شغلها وبتروح تجيب سانداوتش الشوارمة بتاعها وبتقعد على الرصيف عشان تاكله وبيجي لها قط سود كده وبيقعد جنبها فبتديله سام حتى من سندوتش الشوارمة بتاعها وبتحكله على قصة حياتها كلها فبيتخنق القط منها وبيسيبها وبيمشي وبتلاقي سام مكان القط ده عملة معدنية كده مكتوب عليها قرش الحظ فبتاخده وبتمشي وبتصحى سام تاني يوم وبتلاقي كل حاجة ماشية معها زي السكنة في الحلاوة غير اللي كان بيحصل معها كل يوم وبتعرف ان النحس راح من عندها اللي سهولة وبساطة لأ وكمان بيندهش المدير منها ومن اللي بتعمله ده وبعد ما بتخلص شغلها بتروح عشان تغير هدومها في الحمام قبل ما تروح بس للأسف بيقع القرش في قاعدة الحمام والله انا مش عارف افرح فيك ولا احزان عليك ولا ايه الدنيا بتحول سام تجيب القرش ده من قاعدة الحمام بس بينزل منها نقطة عرق وبيلقطها سنسور المية وبيشتغل السفون وبيروح القرش مع المجاري فبتروح سام للمكنة اللي لقت فيه قرش الحظ مبارح وبتلاقي القط اللي سود ده جالها تاني وبتحكي له على اللي حصل معها النهاردة فبيقول لها القط بيخرب بيتك انت ضيعت القرش وبتستغرب سام منه لانه بيتكلم وبتلاحس كمان ان القط ده مع قرش حظ تاني موجود في السلسلة اللي فرقبته وبتقرب منه عشان تاخد القرش ده بس القط بيجري وبيهرب منها وبعد محاولات مطاردة كتير بتستخبى سام وبتلاقي القط بيتكلم مع حد كده عن طريق شاشة الكترونية زي الجواسيس بتوع الافلام بالزبط كده وبعدين بتفتح فتحة سرية جنبه وبينزل القط فيها وبتروح سام وبتنزل في الفتحة دي قبل ما تتقفل وبينزله المدينة سحرية غريبة كده وبيخش القط من مدخل عامل زي الأسانسير وبتدخل سام وراه وبيشوفها القط وبيتخض منها وبيقول لها انت ايه اللي جابك هنا يا بيت انت وبنعرف ان المكان ده محزور على البشر وما بترداش سام تمشي من المكان ده غير لما تاخد قرشي حظ تاني وشوية وبيدخل اتنين اقزام كده وبيبقوا من قطات جن الحظ وهم اللي بيوزعوا الحظ على البشر استغفر الله يا عم ايه ده بيتفق بوب مع سام انهم يروحوا مستودع القروش ويسرقوا واحد من هناك وبعدين تمشي من هنا وقام من حق القط طالع اسمه بوب بالمناسبة وبيضطر بوب ان يحط زرار اميس في البوابة عشان يعدي بدل القرشي اللي الاستاذة سام ضيعته بنحسها ده وبتتنكر سام في زن جنيات الحظ عشان تقدر تتحرك في المدينة براحتها وبيوصلوا الارض الحظ وبيكون باين قديه هي ومنظمة ونظيفة وكل حاجة ماشية فيها زي السكنة في الحلاوة بس سانية ده ايه ده ماناش دعوة يا جماعة بيها بيتفق بوب مع صاحبه جيري انه ياخد سام ويدخلها مستودع القروش عشان ممنوع على القطة تخش المستودع ده وبياخدها جيري وبيدخلوا مستودع القروش وبتكون مهمتهم هناك هي تنظيف وتلميع القروش دي وبيتوزع على كل واحد فيهم قرش عشان ينظفه بس بص كده الحتة دي لاجل حظها النحس بيقع في ايديها زرار القميس المزور اللي حطوا القط بوب والله يا جماعة من كتر النحس ده خايف لا الفيديو يتنحس هو كمان وما يعديش العشر تلاف لايك بس ان شاء الله يعني انتوا هتستجدعوا وتحطوا لايك والتابعوني وبعد ما بتدمر لهم سام المستودع باللي فيه وبيكتشفوا ان فيه قرش مزور موجود هنا كمان بتوصل شوية قرنب مسلحين كده والزعيمة بتاعتهم عشان يشوفوا ايه المشكلة دي وبعدين بيقترح عليهم جيري انهم ممكن يقدروا يرجعوا قرش الحظ المفقود في ارض البشر عن طريق روبوت قرنب صغير كده مهمته ان يجيب القرش المفقودة بس للأسف الروبوت ده عطلان بقاله مدة وعشان يشتغل لازم يجيبوله بالورة حظ ويشغلوا بيها وبيروح جيري وبوب وسام لمكان تصنيع البلورات دي وبيكون كل الموجودين فيه خايفين ومستغربين من شكل سام بس بوب بيحور عليهم يعني وبيعد الموجف المهم بيوصلوا اخيرا لبلورات الحظ دي وبتحول سام تجيب بالورة منهم لانهم بيكونوا بعاد عنهم بس وبعد محاولات كتير بتمسك سام اخيرا بالورة منهم وبتوقعها انا حاسس ان دي النسخة الانمي من فيلم غابي منه فيه والله المهم بعد ما بيتصرفوا وبيجبوا واحدة تانية بياخدها جيري وبيروح عشان يشغل الارنب القالي بيها وفي نفس الوقت بيحاول بوب يتحكم في الارنب ده عن طريق الكمبيوتر اللي موجود في المعمل وبيقدر يطلعوا بوب فعلا لارض البشر عشان يجيب القرش المفقود وبيلاحز الارنب اللي موجودة في المعمل ان في حد غريب معهم ويشغل على كمبيوتر كمان فبتدخل سامو وبتغني لهم عشان تشغلهم عنه بس بيسمع الارنب القالي صوت سامو هي بتغني وبيسيب اللي بيعمله وبيرقص معاهم بس بيتحكم فيه بوب تاني وبيخليه يجيب القرش ويرجع وبعدين بيظهر خبر مفاجئ على الشاشات بتقول في زعيمة المدينة ان فيه تلات قطط هيتم التحقيق معاهم بسبب القرش المزور اللي لقوه ومن ضمنهم القط بوب وبعدين بيوصل الارنب القالي الجيري وبيكون متوسخ ورحته وحش على الاخر بسبب المجاري اللي كان فيها وقبل ما ياخد جيري القرش منه بيشفوته الهواء وبيوديه على مقلب النفايات فبيروح بوب وسام على مقلب النفايات ده عشان يجيبه القرش من الارنب وبيقابله هناك وحيد قرن كده شغال هناك وبيكون رغاي بطريقة فضيعة وبتعرف منه سام انه كان بيحب تنينة كده واللي بتكون مهمتها انها تصنع الحظ بس هي ثابته عشان حظه النحس برضه وبيسأله بوب على الارنب الال اللي جاله هنا من شوية والقرش اللي كان معاه فبيقول له وحيد القرن انه ودى القرش المستودع القرش عشان ينظفوه ويتعمله سيانه وبعدين بتكرر سام انها تروح للتنينة حبيبة وحيد القرن ده عشان تستسمحها وتديها قرش حظ جديد لانها بتكون هي اللي بتصنع الحظ في المدينة دي وبعد ما بتضحك عليها سام بكلام بتديها فعلا التنينة قرش حظ جديد وبتعرف منها كمان انها لسه بتحب الخرتيت ده هو خرتيتو على لوحية قرن مش مهم الاتنين واحد بس وهي طالع من عندها بتلاقي زعمة المدينة وجنودها قابضين على بوب بتهمة التزوير فبتروح بسرعة وبتنقذ بوب وبيدوها قرش الحظ وبعدين بتفكر سام مع بوب في خطة كده انهم يروحوا لمضخات الحظ السيء اللي عنده وحيد القرن ويعاكسوا اتجاهها وبالتالي الحظ السيء مش هيروح للبشر وبالتالي برضو مش هتحتاج سام لقرش حظ جديد وفعلا بينفزوا خطتهم وبيعكسوا اتجاه الحظ السيء وخلاص سام بتستعد عشان تروح بيتها بس بتنفجر مدخة الحظ السيء وبينتشر الباد لك في الجو وبيملى ارض الحظ وبتتنحس وبتتقطع كمان خطوط توصيل الحظ عن ارض البشر فبتحاول التنينة تصنع حجر حظ جديد بس للاسف بتكون كل قرش الحظ تلوست بالحظ السيء وبيقول لهم بوب انه كان معاه قرش حظ تاني شايله في السلسلة بتاعته عشان يجلب له الحظ وبيكون برضو للأسف القرش تلوز بالحظ السيء هو كمان وبيتضيق منه كل الموجودين على القرش اللي كان مخبيه ده وكان ممكن يحميهم من كل اللي حصل بس هو اللي كان اناني وبيشايله السبب هو وسام وبعد ما قاعدوا يلوموا في بعض حبة حلوين ونزلوا الدمعتين بتيجي في بالهم خطة انهم ينزلوا الارض الحظ السيء ويجيبوا شوية حبوب من بتاع الحظ الحلو من هناك وبالتالي هتتحل المشكلة وبعد ما بيوصلوا وبيسلم بوب على صحابه اللي هناك بيجيبوا اخر شوية من حبوب الحظ الحلو الموجودة في العالم وبياخدوا واحد القرن معهم للتنينة عشان يتوسط لهم عندها لانها كده كده بتحبوا وعشان ترضى تعمل حجر حظ جديد ويتفكي النحس ده وبيحطوا قدامها كوم حبوب من الحظ الحل وكوم حبوب تاني من الحظ السيء عشان تعمل لهم حجرة حظ ويحطوهم في مكينة الحظ ويتوزع الحظ السيء والحلو مع بعض والمعادلة تتوازن ما بين الحظين بس بتعمل التنينة كوم الحظ الحلو للحجرين ولكوم التاني الحجر واحد وده عشان تحط حجرين الحظ الحلو في مكينة الحظ ويعم الحظ الحلو في العالم وما يبقاش في حظ تاني ده ايه كمية الحظ اللي تقالت ده ما علينا بس بترفض سام فكرتها دي فبتاخد التنينة للحجرين وبتروح لماكينة الحظ وبتروح وراها سنب الحجر تاني وبتحاول تمنعها انها تخلي الحظ الحلو هو اللي يسيطر على العالم لان لولا الحظ السيء ده ما كانوش يتقابله ولا حصل الحب اللي بينهم ده وان دي فترة ربانية ولازم يمشوا عليها وبيحطوا الحجرين في ماكينة الحظ وبتشتغل وبترجع كل حاجة زي ما كانت وبعدين بيروحوا الارض الحظ السيء وبيدوهم الحجر التاني بتاع الحظ الحل عشان يختفى الحظ السيء من عندهم ويتفكر نحسهم كمان وبيدي جيري قرش يحظل صاحبه بوب عشان يعوضوا عن القرش بتاعه اللباز بس ما بيرداش بوب ياخد القرش ده وبيختار انه يعيش مع سام على ارض البشر وبيحضنوا بعض وبينزلوا الدمعتين وبيرجع واحد القرن لحبيبته التنينة والدنيا بتتزبط على الاخر وبترجع سام لشغلها تاني وبيكون معها صاحبها الجديد بوب وبيروح عشان ياخدوا صاحبتها هزل من عند الناس اللي متبنيينها وتعيش معاهم وبيعيشوا كلهم في بيت واحد واستحيا سعيدة ومن هنا بتنتهي حكاية فيلمنا النحس ده واستنيونا في حكايات وافلام جديدة وانا ديش اسكندر ودي قناتي واتمنى تتابعوني سلام